مرحبا نكمل شوي على الرياضة الهوائية وبعدين نتكلم عن الرياضة المقاومة في قاعدة ذهبية تعتمد على وقت الشخص يعني مثلا عندي احب اطول في الجيم احب اكدر ساعتين في الجيم فاقدر اساوي رياضة متوسطة الشدة القاعدة تقول لي كل دقيقة من الرياضة الهوائية عالية الشدة تساوي دقيقتين من الرياضة متوسطة الشدة مثلا انا لو اجري على التردمل 10 كيلو في الساعة تساوي مثلا 6 كيلو يعني كل دقيقة على 10 تساوي دقيقتين كأني على 6 فانا لو ما عندي وقت اساوي رياضة عالية الشدة بنص الوقت اللي اساويه في الرياضة متوسطة الشدة بس لازم قبل ما ابدأ هذه لازم اساوي تمارين الاحماق قبل التمرين وتمارين الاستطالة بعد نهاية التمرين لازم احمي شوية وبعدين في النهاية اساوي الاستطالة يجب مراعاة التدرج في الرياضة من اجل صحتك وسلامتك يعني ما ابدأ رياضة عالية الشدة على طول لازم اتدرج فيها هذه امثلة لاجهزات الرياضة اجهزات الكارديو التردمل او الجهاز الجري يعني هو قوي جدا ممتاز بس انه يعني ما ينصحوا فيه للناس اللي عندهم آلام في المفاصل اللي عندهم مشاكل في العظام كذا صعب يسبب اصابات يعني فيه الكروس ترينر او الغزال الطائر ممتاز جدا يحرق من اكثر سعرات الحرارية هو هذا روينج ماشين او جهاز التجدي فذول اثنين يحرقوا سعرات حرارية عالية فيه البايك او الدراجة انا احب السبنينج السبنينج كلاس دايما يعني وان ما يكون انا اروح له السبنينج فهو حاجة ممتعة يعني وما تحس في الوقت مرت 45 دقيقة بسرعة فحلو الخيار ثاني اللي ما يحب يسوي الكارديو ان يروح الكلاسيز هذول من الاشياء اللي كلهم كارديو انواع الرياضة يعني ننتقل للنوع الثاني من الرياضة الرياضة المقاومة شنو يعني رياضة مقاومة تسبب انقباض العدلات وتؤدي الى زيادة القوة والكتلة والقدرة على التحمل شنو اهميتها تكمن اهميتها في خسارة الدهون وزيادة عملية الايض والمحافظة على حجم العضلات وتشاعد ايضا في شد الجسم وتقليل التراخل مهم عشان كذا لازم احنا نسوي رياضة هوائية ونسوي معها رياضة المقاومة شنو يعني امثلتها استخدام وزن الجسم في تمارين المقاومة مثل الجنباز والسباحة في مقاومة انا لما اسبح جسمي يقاوم الماء كأنه فهذه تسمى رياضة مقاومة في تمارين رفع الاثقال الحرة ليرفعوا اثقال الدمبلز وهذه الاشياء استخدام اجهزة المقاومة في الجم او النادي الرياضي وفي استخدام احوال المقاومة بنشوفهم بالتفصيل فهذه يسموهم هدو الاثقال الحرة في انواع فيه الباربل وفيه الدمبلز وفيه الكتلبل كل واحد فيهم يختلف شوية عن الثاني الباربل يعني اسهل تقريبا يعني اسهل من الدمبلز يعني لانه تحتاج توازن فانا استخدمها لما احتاج مثلا امرن جزئين يعني امرن اليدين عشان يصير فيه توازن بين الاثنين فيحتاج هذا طاقة اكثر يعني الكتلبل يعني صغيرة حسب تفضيل الشخص يعني مثلا تحب الباربل تحب دمبلز والكتبل بس كلهم في النهاية اوزان حرة يعني فيه الاجهزة المقاومة هذه الاجهزة اللي نستخدمها في الجيم هم دائما يقولون ان الاثقال الحرة احسن لان بتحتاج فيها توازن فالتوازن يحرق سعرات حرارية عشان تتوازن يعني بس يعني الاحسن عشان ما تمن نتنوع بين الاثنين الاجهزة والاثقال الحرة فيه الاحبال المقاومة خفيفة وسهلة للحمل الناس اللي يسور رياضة في البيت وتحملها معاك لما تسافر ونسبة الاصابة فيها اقليلة يعني الناس اللي كبار في السن وعندهم مشاكل كده يفضل انهم يستخدموا احبال مقاومة يعني طيب العضلات كيف نعرف انا شنو امرن بالضبط العضلات فيه في عضلات كبيرة وفي العضلات الصغيرة العضلات الكبيرة عضلات الارجل الصدر الظهر والاكتاف هذول كلهم عضلات كبيرة رازم نعرفها عشان بعدين نقرر كم تمرين احنا بنتمرر على اساس حجم العضلة في العضلات الصغيرة فيه البايسيبس وفيه ترايسيبس هذول عضلات الدراع يعني وفيه امو الدراع اليد من فوق يعني وفيه الادرع فيه البطن والساق هذول كلهم عضلات صغيرة فيه هذي تقول لي بس توريني هذا التجست مثلا هذا الشولدر هذا الفور أرب هنا ترايسيبس هذي من وراه تصير والبايسيبس من قدام هنا هذي البايسيبس وهذه الترايسيبس هذي الظهر هنا هذي الكلوتس بعدين فيه الاور ليكز وفيه الابر ليكز وهذول يعني البقية كلهم لما نمرك العضلات بيصيروا الكاردير بس هذور هم العضلات طيب شنو الروتينات المتبعة في راضة رفع الأثقال تمرين بعض العضلات الجسم في يوم واحد يشمل ذلك التركيز على العضلات الكبيرة وبعض العضلات الصغيرة أنوع أسوي أي حاجة يعني أكثر شي أركز على الأرجل بس أنوع فيهم عادي أسوي أبار واللوار الجزء العلوي والجزء السفلي فيه النوع الثاني التمرين ثلاث مرات في الأسبوع السبت والاثنين والخميس مثلا فيه تقسيم الجسم لجزئين علوي وسفلي يعني يوم أمرن مثلا أمرن الظهر مع تراي واليوم الثاني أمرن لغز كذا يعني مثلا فيه تمرين جزء العلوي في يوم ويشمل الصدر والظهر والأكتاف والأدرع بعدين تمرين جزء السفلي ويشمل الأرجل والساقل مثلا مثال عليه السبت سفلي والاثنين علوي بعدين الأربعة علوي والخميس سفلي هذي بعض الروتينات فيه تمرين كل عضلتين في يوم عضلة كبيرة وعضلة صغيرة هذا نوع ثاني روتين ثاني فيه سبت الأرجل والساقين الاثنين الظهر والتراي سيبس ثلاثة الصدر والباي سيبس بعدين خميس الأكتاف والبطن بنكمل إن شاء الله في الدرس الثاني نشوف العدات والجولات وكيف نوزع التمارين ترجمة نانسي قنقر